موسيقى مرحبا بكم مجددا هذه جولة مع أبرز ما جاء في الصحفة المحلية والعربية والعالمية الصدرة صباح اليوم من موضوعات وقراء مختلفة نبدأ البداية من الصحفة المحلية ومن الوطن إسماعيل وثلاث تحالفات تقدمت لإنشاء أول محطة كهرباء بالفحم النظيف في مصر رئيس الحكومة المحطة تقام في الحمروين بقدرة ستة ألاف ميجاوات نزيد من مشروعات الطاقة قريبا ومصادر الحكومة تحصر العمالة المؤقتة لتعديل العقود أو التعيين من الأخبار الحكومة تتصدى للاحتكار وتعطيش الأسواق خمسة وزارات تواجه المستغلين والغرف التجارية تحذر من التغزين خلال لقائه طلبت الكليات والمعاهد العسكرية صدق الفرد المقاتل المحترف هو السر والحقيقية للقوات المسلحة اليوم السابع جاءت أبرز العنوين سامح شكرية توجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة في اجتماع آلية دول الجوار لليبيا قطة الحكومة للقضاء على جرائم زرع الأعضاء خمسة معايير طبية لنقل الأعضاء من المتوفين حديثاً وتخصيص مستشفيات وبنوك لحفظها أما المصر اليوم سمانية عشر ألف فرد لتأميل لجاني الثانوية العامة وتدريب خمسة وستين ألف مراقب على كشف وسائل الغش الإلكترونية التعليم انتهاء طباعة امتحانة الثانوية العامة بجهة سيادية اطلاق خمسة صناديق استثمارية خيرية ونصر المبادرة تستفيد من التسهيلات التشرعية الجديدة المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيقها كانت تامحور مقالة ناجي قمحة بجريدة الجمهورية وجاءت تحت عنوان المصالحة الفلسطينية الآن لم تقدم أي دولة في العالم أكثر مما قدمت مصر للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية أمن قومي وللشعب الفلسطيني الذي تعتبره توأما تشاركه في السراء والدراء ويعز عليها أن تتركه ضحية لاحتلال بغيد يقابله انقصام داخلي يفرق الصفوف ويضعف المقاومة لذا كانت الوساطة المصرية التي كللت في القاهرة وما أعقبها من خطوات تنفيذية برعاية مصرية مقربة ولكن هذه الخطوات أهميتها لم تصل بعد إلى الغاية المنشودة لأن الوضع الفلسطيني يستحق من كل الفصائل والمنظمات الفلسطينية توحيد صفوفهم فعلا لا قولا وتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة دون تلك وإلا فإن التاريخ لن يرحم دعاة التفرق نتحول إلى صحف العربية ونقرأ من الشرق الأوسط الجيش اليمني يحرز تقدما ضد الحوثيين الشمالي صعدة ويحاصر مركز باقم ليبيا جدل حول مبادرة فرنسية لحل حالة الأوضاع واكتماع سلاسي في الجزائر سائرون والنصري يفتحن باب تشكيل الكتلة الأكبر في العراق واكتماع بين العبادي والصدر أما من الحياة اللندنية مقتدى الصدر يسعى للتحالف مع حيدر العبادي ولقاءة وشيكا لاستمالة بارزاني التحالف العربي يدمر منصات صواريخ للحسين مجلس حقوق الإنسان يبدأ بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجازر إسرائيل أبرز عنوين الدستوري الأردنية في أول عملية إجلاء عناصر من تنظيم داعش من جنوب دمشق تصعيد الإسرائيلية تواصل اقتحام نحو 300 مستوطن المسجد الأخصى المبارك حكومة الاحتلال تهاجم قرار مجلس حقوق الإنسان تنسيق أمني بين الجيشين العراقي والسوري ضد داعش وفي الخليج الإماراتية كتبت لبنان مشاورات خلف الكواليس تماهد لانتقال سياسي وشيك سمرار المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية والصدر يشترط على لعبازي الانسحاب من حزب الدعوة مينمار تأمر الروهينجا بمغادرة حدود البلاد قرب بنجلادش وفي البيان الإماراتية ألقت الصحيفة الضوء في مقال لها على التصعيد الذي تنتهجه إيران في المنطقة العربية عبر تزميد الميليشيا المسلحة بالدعم وكتبت إيران لديها سجل حافل بالتمويه والكذب والطموح لصنع قنبلة نووية ولقد استغلت إيران الاتفاق النووي أسوأ استغلال وبدلا من أن تستفيد من رفع العقوبات لتحسين اقتصادها ومستوى معيشة شعبها ذهبت لتنفق على الميليشيات المسلحة وتدعمها بالسلاح وصواريخ الباليستية وباتت تفتخر بأضرعها الإرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها في محاولة للعبث باستقرار المنطقة العربية لذا يجب على الدول العربية أن تنتبه وأن لا تترك المنطقة للتدخلات الخارجية نتحول في معرض قراءتنا إلى الصحفة العالمية ونبدأ من نيورك تايمز الأمريكية ترامب يطالب بتحقيق حول احتمال تجسس FBI على حملته الانتخابية بناء على طلب من الرئيس السابق أوباما المحقق مولر يتجه لإنهاء التحقيق بحلول أول سبتمبر ورئيس الأمريكي صار مع مخاطر عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية خوفا من الحركاء ترامب بدأ يضغط على مساعدية حول ما إذا كان يجب أن يخاطر بعقد الاجتماع أما من واشنطن بوست الأمريكية ترامب يسعى لمساعدة كوريا الجنوبية في تفسير أفعال كوريا الشمالية وتفسير تغيير المفاجئ الذي اتخذته مشددة موقفها الأسبوع الماضي تجاه الولايات المتحدة يبدو أن صين تربح الحرب التجارية مع ترامب بعد حلفاء ترامب يشعرون بالجنون بسبب أحدث التقالبات في المناوشات بين الولايات المتحدة والصين من الصحف البريطانية الجارديان مثل السجون مراكز إيواء جديدة للمهاجرين تسير الانتقادات في ألمانيا منظمات مهتمة بشؤون المهاجرين في أوروبا حضرت الحكومة الألمانية من النظام الذي قالت أنها ستتبعه بخصوص إنشاء مراكز جديدة عبر أنحاء البلاد لدراسة طلبات اللجوء بحيث يرحل المهاجرون الذين لا يتمتعون بمؤهلات كافية من لمواند الفرنسية أهلان فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فينزويلا خصم مادورو الرئيسي أكد أنه لا يعترف بهذه العملية الانتخابية في إيطاليا الحكومة الجديدة على وشك الكشف عنها نواب بريطانيون يطالبون بالمزيد من الحزم ضد الأموال الروسية المخصولة في لندن انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني رصدته صحيفة والستريت جورنال الأمريكية والتي قالت إن محاولات إيران لتجنب العقوبات تهدد بشق الصف الأمريكي الأوروبية إيران تعهدت باحترام الاتفاق النووي بالحد من نشاطها النووي إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من تعويض العقوبات الأمريكية المتجددة إن إيران بذلك تدعو إلى نهج من شأنه توسيع خلاف متعمق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب رئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بشكل أحادي الجانب الاتحاد الأوروبي ضاعف جهوده لإنقاذ الاتفاق بخطة من شأنها الحيلولة دون عزل إيران اقتصاديا وضمان التزامها بالاتفاقية وهذه الجهود التي تأتي رغما عن الولايات المتحدة تضيف إلى الخلافات المتنامية بين بروكسل وواشنطن وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتير الأبرز نهاية الجولة الصحفية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة